نستكمل معا مقرر مبادئ المحاسبة واحد نتحدث في هذه المحاضرة عن الوحدة الثانية بعنوان معادلة المحاسبة نقطة البداية accounting equation starting point في هذه الوحدة سوف نتناول مجموعة من النقاط سوف نتناول مفهوم معادلة المحاسبة ثم أثر العمليات المالية على معادلة المحاسبة ثالثا الحسابات كأساس للقيد المحاسبي وفي النهاية نتحدث عن قاعدة مهمة في علم المحاسبة تسمى بقاعدة القيد المزدوج نبدأ أولا بمفهوم معادلة المحاسبة accounting equation concept معادلة المحاسبة هي المعادلة التي تحكم إعداد قائمة المركز المالي أو كما تسمى أحيانا بالميزانية وتسمى أيضا بمعادلة الميزانية كما تسمى أيضا بالمعادلة المحاسبة سبق بيان أن قائمة المركز المالي أو الميزانية تهدف إلى إظهار أو تحديد المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ويظهر بها مجموعة من العناصر تتمثل في الأساس في مصادر الأموال واستخدامات تلك الأموال فتقوم هذه المعادلة على قاعدة منطقية مفادها أنه في أي لحظة داخل أي منشأة حيث أننا ذكرنا أن قائمة المركز المالي أو الميزانية تعد في تاريخ معين أو في لحظة معينة فإن مصادر الأموال للمنشأة يجب أن تتساوى مع استخدامات تلك الأموال sources of finance must be equal uses of finance بناء على ذلك نستطيع القول أن معادلة المحاسبة تنص على أن استخدامات الأموال في أي لحظة يجب أن تتساوى مع مصادر الأموال أو بصيغة أخرى أن مصادر الأموال يجب أن تتساوى مع استخدامات الأموال وحيث أننا نعبر عن استخدامات الأموال باصطلاح الأصول أو أن الاستخدامات تتم أصلاً في هيئة أصول أو على شكل أصول فإننا يمكن أن نستخدم كلمة الأصول كبديل لكلمة استخدامات الأموال كذلك فإن مصادر الأموال يطلق عليها التزامات حيث أنها تمثل التزامات على المنشأة يجب عليها الوفاء بها بناء على ذلك فإننا يمكن أن نعيد صياغة معادلة المحاسبة وأن نقول أن الأصول assets تساوي الالتزامات obligations لكن الالتزامات التي على المنشأة يمكن أن تكون كما سبق الإضاح التزامات على المنشأة تجاه الغير والتي تسمى بالخصوم وقد تكون التزامات على المنشأة تجاه الملاك أو تجاه أصحابها والتي يطلق عليها حقوق الملكية لذلك يمكن إعادة صياغة المعادلة واستبدال كلمة الالتزامات بالعناصر التي تمثلها هذه الالتزامات وهما عنصري الخصوم وحقوق الملكية بناء على ذلك فإن المعادلة في صيغاتها النهائية تنص على أن الأصول assets تساوي الخصوم liabilities مضافا إليها حقوق الملكية owners equity وهذا الشكل النهائي هو الذي نطلق عليه معادلة المحاسبة أو المعادلة المحاسبية وأيضا نطلق عليها معادلة الميزانية كلا المصطلحات الثلاثة تعبر عن فكرة تساوي مصادر الأموال في جانب الأيصر تتساوي مع استخدامات هذه الأموال المصادر تمثلت في المصادر التي تحصل عليها أو تحصل منها المنشأة على الأموال من الغير وهي الخصوم أو من الملاك وهي حقوق الملكية أما استخدامات الأموال فتتمثل في الأصول ففي النهاية نذكر أن معادلة المحاسبة تنص على أن الأصول تساوي الخصوم مضافا إليها حقوق الملكية بفرض أن عبد الله قام بتأسيس مخبز آلي اسمه مخابز السلام حيث أودع مبلغ 500 ألف ريال في البنك باسم المنشأة وكان قد اقترض مبلغ 100 ألف ريال من أحد البنوك والباقي من أمواله الخاصة معنى ذلك أن المبلغ الذي حصلت عليه المنشأة لأننا في المحاسبة نتحدث دائما من وجهة نظر المنشأة عبارة عن 500 ألف ريال منها 100 ألف ريال قرض من أحد البنوك والباقي قدمه مالك المنشأة إذن لدينا مبلغ 400 ألف ريال قدمها مالك المنشأة إذن بناء على ذلك المطلوب الآن إعداد معادلة المحاسبة هنلاحظ أن استخدامات الأموال لهذه المنشأة هي مبلغ 500 ألف ريال التي تم إيداعها في البنك باسم المنشأة ولكن من أين أتت هذه الأموال؟ أتت أيضا من المصادر والتي يجب أن تسويها تماما وتتمثل في مصدرين أموال مقترضة من البنوك أو من البنك وتسمى خصوم لأنها التزامات على المنشأة لصالح الغير بينما أن المصدر الثاني الذي حصلت منه المنشأة على أموالها وهي الأموال التي قدمها صاحب المنشأة وهي عبارة عن 400 ألف ريال والتي أطلقنا عليها حقوق الملكية والتي تعني التزامات على المنشأة لصالح مالك المنشأة بناء على ذلك فإن معادلة المحاسبة تنص على أن استخدامات الأموال تساوي مصادر الأموال أو بالشكل الذي اتفقنا عليه كشكل نهائي لمعادلة المحاسبة أن الأصول تساوي الخصوم مضافا إليها حقوق الملكية فإن الأصول تتمثل في مبلغ 500 ألف ريال بينما أن الخصوم 100 ألف ريال وحقوق الملكية 400 ألف ريال إذن نلاحظ أن مصادر الأموال هي أيضا 500 ألف ريال تتساوي مع استخدامات الأموال وهي 500 ألف ريال هذا ما تنص عليه معادلة المحاسبة أنه في أي لحظة في المنشأة فيجب أن تتساوي مصادر الأموال مع استخدامات الأموال بناء على ذلك نقوم بإعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية التي يحكم إعدادها معادلة المحاسبة قائمة المركز المالي أو الميزانية يتم إعدادها من خلال شكل حرف T الشكل الذي يظهر أمامنا الآن هو شكل حرف T باللغة الإنجليزية لدينا به جانبين جانب أيمن وجانب أيصر نكتب معادلة المحاسبة في الجانبين فالجانب الأيمن من معادلة المحاسبة سوف يظهر في الجانب الأيمن من الميزانية وكذلك الجانب الأيصر من معادلة المحاسبة يظهر في الجانب الأيصر من الميزانية ثم نقوم بإعداد عمودين في كل جانب لكتابة الأرقام ثم نسمي القائمة باسمها وهي الميزانية أو قائمة المركز المالي ويكتب بجوارها التاريخ أو اليوم الذي يتم في إعداد الميزانية ونكتب في الجانب الأيمن الأصول وهو الجانب الأيمن من المعادلة والجانب الأيصر هو الخصوم وحقوق الملكية وكما نلاحظ فإن الجانبي معادلة المحسبة يظهران نلاحظ أن الأصول لدينا لدى هذه المنشأة تتمثل في النقدية التي أودعت في البنك ويتم التعبير عنها بكلمة البنك وكان به مبلغ 500 ألف ريال وهي الأموال التي تم إدعوها في البنك أتت هذه الأموال من خلال القرض الذي تم الحصول عليه من الغير وهو دين على المنشأة لصالح الغير يسمى بالخصوم وأطلقنا عليه كلمة قرض بمبلغ 100 ألف ريال ثم يتبقى أن المنشأة أيضا حصلت على مبلغ من مالك المنشأة وهو يمثل التزام على المنشأة لصالح المالك ويطلق عليه حقوق الملكية ويسمى برأس المال المبلغ الذي يقدمه صاحب المنشأة للمنشأة نسميه برأس المال وهو مبلغ 400 ألف ريال نقوم الآن بجمع كل جانب الرقم في جانب الخصوم وحقوق الملكية 500 ألف نأخذ فوقه خط وأسفل منه خطين لأن هذا الرقم هو رقم نهائي ولا يجمع على أرقام أخرى وهذا الرقم يمثل مصادر الأموال إذا قمنا بجمع الجانب الأيمن أيضا سنجد أن المال الإجمالي أيضا هو 500 ألف ريال وهو الذي يمثل استخدامات الأموال وهكذا وباستمرار ودائما يجب أن يتتساوى مصادر الأموال مع استخدامات الأموال وهو ما تنص عليه معادلة المحاسبة أو بشكل آخر يجب أن تتساوى الأصول مع الخصوم وحقوق الملكية